موسيقى سجل الريال اليمني خسائر جديدة أمام العملات الأجنبية وسط مخاوف اقتصادية كبيرة من استمرار الخسائر في ظل إيقاف صادرة النفط وقالت مصادر مصرفية إن قيمة شراء الدولار في عدن ارتفعت إلى 1238 ريالا والريال السعودي 328 ريالا محذرة من مخاطر استمرار انهيار العملة في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية في حين لا يزال سعر الدولار في صنعه 562 ريالا والريال السعودي 149.50 وإن كان بشكل صوري في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1892.4 بارتفاع بلغ قدره 1.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.57 بانخفاض بلغ قدره 0.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.580.423 سهما بقيمة إجمالية قدرها 416.283 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 39 صفقة تراجع تسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الأسوية المبكرة حيث انخفض خام سنة أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل منخفضا 21 سنة أو 0.3% وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة ارتفعت عائدات روسيا من صادرات الأسمدة بشكل ملحوظ خلال عام 2022 بسبب ارتفاع أسعارها بالرغم من انخفاض حجم المبيعات بحسب منظمة الأغذية والزراع الفاو التي قالت إن مكاسب روسيا من صادرات الأسمدة ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 وسجلت 16.7 مليار دولار اشتركوا في القناة